موسيقى ايه ده يا كبير مش لازم تضربنا يا كبير البصل اهو ربنا اخدي حاجة اخدي حاجة عيني ليك حاجة يابا مش لازم تضربني عيني يابا البصل جاي حاضر حاضر انا مش لابس احمر اهو اهو هقطعه حاضر بقولك اقطعه اخدي عم فرملهم شوية البصل دول عشان يسيبونا في حالنا لما اخذي نجمع البصل جاي اروع عليك حاضر دي واحدة حاجة دي واحدة عم هنسميهم اسماء دول على فكرة وما كده خلاص بقوا بتوعنا انا مش نوع ابيعهم انا صاحبتهم خلاص خد بقى ايه خد سقط في الجردن افرم وسقط في الجردن hata ههههههههه هو البصل اهم حاجة عنه. اللي بعد يجعي يخضر يكلب. بس البصل ده المهمة. دي الواجب. اه. فرخ صغير. بيد مسلوق. بعد كده اخياره مش هكذا يقول لما اكبر شوية. بس هو انا لما عرفت البصل روحه. اه يا حاج هدي الدور. البصل جاي اهو. اروح عليك. شوانا وقصد بيبقى بالثلاثين من الاربعين. طب فين في حاجة طب هتهلنا طيب احنا معاك اهو. شوف لقول الله لحد مربي عندنا هناك. لو في انت انت معاك خضار. اه معاك. طب فين كارتة خضار حد يعاني. كارتة خضار. يعني لو في خضار ده بلان بواقش. ماشي. جمع لي انا كده كده ايه يعني انا نصبع ان انا في حاجة ايه بقى كده هتجي. ماشي. والغانات دي برضو بتاكل خضار. ما انا بقى انا اخيار اه بصل اه بطاطس. اه بتنجان بتاع الكوسة. الكوسة يكلوها. ماشي. لما اخزع حاجة انا جاي اهو. شام ريحت البصل خلاص. انا جاي اهو رايس. البصل جاي. بصل جاي. ده ده من غير البصل بيقعد بهدلني. اه. اعمة الحمراء. اه. اعمة الحمراء. وانا ماشي بقص لك حاجة. اخد. ولا لسه. اقام لك يا رايس. بقص لك دي كده نطل فول بيت على الدماغ. يا ديني النبي على العمه. اه. اللون الاحمر بيجننهم. بقص بهدلني. كرح لي الماء ووش ده وافرة كبيرة. انا على قد كده جبناهم خسوا. ما زعيتش. خلاص. اكلوا وشرب واقعد وهم بيتعلم حد بقى. ايه. ولا انا احس ان انا لحد هجاه دلالتي يقول له اشتريهم مثلا. طب اه. وزي اللي هقول له لا معلجش. هل ما نجيب لك. حاضر عيني هنا. صح يا صحبي. اسميك ايه انت? انت اسميك ايه انت? تعال هنا. تعال يا ابو باصلة. بيأكلوا. مش علف. بيأكلوا ما العلف قدامهم ما بيأكلهوش. اه. هم عايزين خضار خضار وزود بصر. ماشي. تعال يا نجم. تعال. خد يا ابو. اطلع لاخوك بقى. اطلع لاخوك اصطبحتك فل يا ابو. خلت البصل. روت. سيبنا في حالنا بقى. وده كان الديكررومي مع البصل. البصل بقى يشخلي ما يجريش وراء لون الاحمر. وزي ما انتم شايفين يا جماعة الديكررومي بيحب الشاي وبيحب النسكافية. طبعا ده اللي انا عودته عليه. الديكررومي الاساس بتاعه البصل لما يجبر. وهو صغير طبعا بيأكل البدل مسلوء. واحنا عارفين الموضوع ده. معه الخضار. الديكررومي البلدي بتاعنا ده اصله اصله سلالة منحادرة من امريكا اللاتينية. يعني امريكا الشمالية والجنوبية يعني موجود هناك. ده موطنه الاصلي. والالوان بتاعته الالوان اللي انتم شايفينها الاسود ودرجات الاسود والرمادي. لكن اه هو بيسمى عندنا اه الطير الرومي. الرومي البلدي. او الرومي الحبشي. اه طبعا اه هو الفايدة الغذائية بتاعته عالية جدا جدا جدا. اه وزن الزكر منه بيوصل لستة كيلو لسبع كيلو. النتاية دايما بتبقى اصغر منه. يعني ممكن من ثلاثة لاربعة كيلو. اه الزكر زي ما انتم شايفين فيه على مناخيره وكده على منقاره والنتوء. النتوء دي اللي هو الزلومة الزغننة. والزلومة الزغننة دي بتبقى اتذكر بس مش للانسة. ودي علشان خاطر لما بيبلغ دي بتبين عمر البلغ بتاعه. وطبعا زي ما انتم شايفين هو عمال يعمل حركات غريبة. ويطلع اه ريش وكده زي الطووز بالزبط. اه طبعا اه هو بيحب في جماعات. هو اليف جدا جدا لما بيكون اه تربيته من زغرف وسط البن ادمين. لان اصلا اصلا الطير ده طير بري وطير متوحش او طير مهاجم. هو بيعيش في الحياة بتاعته الطبيعية على على الحشرات وعلى الديدان وعلى الحشرات الكبيرة الحجم كمان. يمكن يوصل للسحالي. طبعا احنا ما نقرفش من الكلام ده لان احنا عندنا بنربيه على العلف وبنربيه على على الكزب وبنربيه على الخضار. فده وضع تاني خالص. فطبعا بقى ده زجزج. اديك صديقي. اخد معي فترة كبيرة. كان نفسي اكله من اول يوم. لكن طبعا يعني ايه? اه الهم قالت لي لأ يا طه اه اصبر يا ابو سامير يا حبيبي. لما ناكله ونزقلطه. طبعا احنا جبناه لالتجار الوحشين. التجار الاشرار. زي برضو الاشرار اللي قتلوا الكلاب. اللي قتلوا حلمقة او زلمقة. اه دول برضو تجار اشرار بيحشوا الحصالة بتاعته بيملوء. علشان يوزن وزن كبير. ويقدروا انه هما يكسبوا منه. واحنا طبعا اه بنشتريه فبيخص عندنا. فاضطررت ان انا اسي مفترة لما يرجع لوزنه الطبيعي. طبعا احنا شايفين هنا هوت. ودي لحظته. اه 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 ده زجزج وهو نايم بالليل. ودي ولا مين هو معنا هنا صديق من الاصدقاء. حانس. ان هو هيلعب معاه. اه سيبكم تشوفوا ايلا يا انس دلوقتي. هيرجي مع ديك الرمي هو نايم. هنشوف دلوقتي يا انس هيعمل ايه? ماش عارف. هو شكله نايم. ده بيشخر. انايم عادي. وروح خبط عليه خبط عليه. قوله صح صح كده ولا يعني. ايه? خلي بالك عشان ده بيعود. بيعود ولا بيقرب من تحت. ده هو انت ده هو انت كده صح صحت وكده هو ايه بص عامل زي. او دلوقتي متدايق. قرب عليه هتلاقيها ممكن يهجم عليك ايوة. انت لا بيس هزرق مش هايه هجم عليك. قرب لو بص وحطت جون سينا كمان على سيدرك. يعني انت خارب الدني. او هيبص كده على صورة جون سينا اللي على سيدرك هتبص هيتشقلب. هيقولك ايه ده? ده هيضربني. خش خش ما تقلقش خش. خش بس خش. اه ايوة 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 ادي له قولها شرنكك. ايه? او ما ده شرنك اللي في ايدك. انت قريبت عشق? انه هو عشاى. امسك 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 الطيور. ادك تيزو. بص و لعبارك. قاللك روح بقى يا عامد. وبص بص في وجهة تانية خالص. بيقول لك بس بدل مظروفك. ده? لا ده البط ده طلق بيشوف ايه. بص طلق بيتفرج. خلينيه معديك الرجوم. ايوة ايوة ده كلا بيستعد هيهجم عليك. اهو دلوقتي الهجوم بقى. هندي ثلاثة اتنين واحد ما هجمش. وبكده احنا عرفنا ان دي كرومي جابان. يلا. خلاص خلاص انا صدعت. طلع ما بيعملش حاجة اناس. ايوة. شكل اه داية. اه ده هو دكر بس يعني شعارف عمل كده ايه. هو شكل امتاية والسلطة اغلطت بجليل. اه هو شكل امتاية وانا اللي اغلطت وجبته دكر. اه. اهيوة فعلا. نشوفكو في وقت تاني وابعكو طبعا في الاخر اه ما عارفش يعمل معاه حاجة لانه خايف منه. لانه هو معروف في وقت عرف في المنطقة انه هو شرس. حتى طرد لي الكلاب وطرد لي كل حاجة بحش هناك يعني قطط اه مش عارف ايه هو بيروق لي. وده بقى هنا زجزج في اخر لحظاته. طبعا علي قلتلو يا علي خلاص كلا ووصل للوزن المسموح. وياريت بقى امه سامير اه تبدأ اه تعمل المصلحة علشان خاطب تبدأ تحشيه لنا. اه حشوة الممتازة بتاعتها. وتعمل لنا بقى الوليمة الكبرى على الديك زجزج. طبعا احنا عرفنا كلا كل المعلومات اللي لازم عنه عن اكله وعن موطنه. وطبعا شكرا لك انك جيت من الامريكاتين علشان خاطر ناكلك. وابنقول لك اه نشوفك اه في الحياة الاخرى. نشوفك في بطننا ان شاء الله. ويتوكل على الله يعال له اتباح. بسم الله الرحمن الرحيم. وكده دبحت زجزج. زجزج طبعا بيرفز في الجردل. وده لازم عشان يبقى حلال. يطلع كل الدم الزيادة اللي عنده. وطبعا انا ما بيباحش حاجة اللي زا كانت في اطام الصحة. علشان خاطر تتبقى صحية في الاكل. ودي نصيحة يا جماعة. بلاش تاكله لوقيع. بلاش تاكله الحاجة اللي على السكينة. دايما دايما لباح الحاجة هي في احسن صحة لها. وما تصومهاش ساعة الدبح. لازم تكون وكلة ومتاحة علشان دمها يكون كتير. وكده نشوف مع بعض ان شاء الله الحلقة الجاية. زجزج مع ماملو. هتعمل فيه. نشوف كل حلقة الجاية ان شاء الله. الجزء الثاني. زجزج في الفرن. السلام.